القوات العراقية تتصدى لإرهاب تنظيم داعش وذلك من خلال عمليات موسعة حيث أحبطت القوات المشتركة هجوما للإرهابيين في منطقة البوذياب وتمكنت من تطهير طريق البعيثة الفراج في محافظة الأنبار غرب العراق قيادة عمليات الأنبار ذكرت في بيان لها أن القوات الأمنية أحبطت هجوما شنه إرهابي داعش على القطعات العسكرية في منطقة البوذياب ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وتدمير وكل لهم مبينة أنه تم القضاء على خمسة إرهابيين آخرين إغارات جوية بمنطقة البوعل الجاسم في المحافظة ذاتها وأشارت قيادة العمليات لتطهير طريق البعيثة الفراج من سيطرة الإرهابيين وتفكيك 26 عبوة ناسفة والعثور على مخزن الأسلحة كما تمت معالجة عدة أبنية سكانية وشوارع مفخخة في المناطق المحيطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر